خويف حب مراته واحترمها ولازم يخوفه ليه خاف؟ ما الحب؟ بيطرح الخوف بره زي بالكتاب يقول لكن الأصول هو يحب مراته ويهتم بيها ويحترمها حتى حتى لو مهما حصلنا قدام بناته وأولاده لازم يحترمها وإلا الأولاد بعد كده والبنات مش يحترموها ولا يحترموه بزب مشكورك يا سيدنا أن يفتك وضحت فكرة أنه مهما حصل ما يصحش أمد إيدي يعني مهما كانت حتى مهما كانت هي ستة مستفزة ومهما كانت هي بتزن وما ينفعش يعني توصل للعلاقة لدرجة أنه هارد بمد الإيد وقدام الولاده لا أنا هسأل الزوج ده هل تردى مراتك تضربك قدام بناتك ولا ده شكرا جزيلا إشمعنا أنت سمحت لنفسك تعمل كده وتهنها هل هي تردى إشمعنا هل راجل زي ست كتاب قال كده ليس الراجل من دون المرأة والمرأة من دون راجل وقال معينة نظيره يعني الاتنين في نفس المستوى إذا أنت قبلت أن هي تهينك ده وضع حتى إحنا ما نقبلوش فمن فضلك زي ما أنت لا تقبل إهانة زوجتك ليك ما تقبلش أن أنت تهينها دي لحم من لحمك وعظم من عزامك زي ما الكتاب بيقول لا الكلمتين دول يتبروزوا عشان نفضل نعيد ونزيد فيهم كل شوية